موسيقى وبعدا عن مواقع التواصل الاجتماعي فأمير الرغيب هو مدير شركة أو مؤسس شركة متخصصة في تحليل البيانات الرقمية للأجهزة الرقمية الحمد لله للشركة التي بدناها قبل سنتين والآن أصبحت تعتبر الشركة الرائدة في هذا المجال هذا حتى نعمل مع أفراد وشركات داخل الوطن وخارج الوطن موسيقى 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 طفولة عادية جداً من كأي طفل مغربي دوست واحد لمرحلة في حياتي في مدينة القرانيطيرا بحكم لأن الأبديالي كان يعمل في القوات المسلحة الجوية المالكية المغربية فكنت في العباز قررت دوست واحد لمرحلة في العباز من بعد دوست مرحلة أخرى في مراكش قبل أن ينتهي بي المطاف سنة 1990 في مدينة تحنوت كانت قرية تحنوت إلى حجة الساعة باقي في تحنوت عالم المعلومات تعرفت عليه انطلاقاً من عالم الإلكترونيات بحكم أن الأبديالي كان يعمل لأن تخصصه في الإلكترونيات فالمنزل دينا كان يعج بالأجهزة الإلكترونية فالطائرات والطائرات والإلكترونيات وكذلك بعض الكتب في حالة كانت صغيرة ومن ثلاثة السنة كانت صعب علي أن أفهمها بأنا ذلك ولكن كان الأبديالي لمس في الحب الإلكترونيات وكانت علمني اللباس ومن ثلاثة المرحلة كان الأبديالي لمستمر مع قوات المسلحة الجوية الأمريكية فكان خرج تقعه النسبي فكان فتح واحد المحل للإصلاح الأجهزة الرقمية ومن ثلاثة كانت كانت مشي مع المحل وكانت تعلم إصلاح الأجهزة الإلكترونية وكانت صعوبة ومن ثلاثة كانت صعوبة ومن ثلاثة كانت صعوبة في هذا المجال ومن ثلاثة كانت في هذه المرحلة كانت لأبديالي كتب خاصة بمجال المعلوميات ولكن ذلك كان قديم صراحة ومن ثلاثة أنت تعرفت على شيء اسمي المعلوميات قبل أن أبناء الخاليالي كانوا البضعية المادية لهم أحسن حالاً منها فكان لهم فرصة أنهم حصلوا على أول حاسوب ومن ثلاثة كانت تعرفت على أول مرة تمت المسيطة أول مرة حاسوب ومن ثلاثة بدأت ذلك الشغف وبدأت ذلك الحب المعلوميات لنهضر هنا على تقريباً سنة 2001 حالياً لم أكن في اللوة بحكم أن لم أكن فأنا أد جوج الأبناء لدي أسرة التي أعطيها وقت أما قبل كنت أمام الحاسوب في مدة طويلة لدرجة أنه سببلياً في مشاكل صحية كبيرة المشاكل الصحية التي كانت سببلياً هي أولاً النظر ثانياً كانت سببلياً مشاكل الظهر أشتغل من الأعصاب الضار كان آدم لبقى كان أعني منه حدود الساعة ولكن ما بين النظام الغذائي كان غير ساليم بحكم أنني كنت منصرصي يعني كان قابل كثيراً كانت أمريكاً في عمره 28 عام وبعد ذلك الزوجة وهي تتقرأ لحد الساعة بقى مسالات كيف وصفتك؟ بقى لها عام وصفة وتساعد بقى لها عام وتساعد بقى لها عام وتساعد والدير القبينة بقى لها الزوجة لا تزيد لها الأضواء يعني نقدر نقول لك لتعرفوها الزوجة ديالي مثلا نقدر نقول لك فتح الناوت تعرفوها الزوجة ديالي تعرفوها الزوجة ديالي موحيط القريب فقط ما هي ما شمدك نوع لك يبغي يبان في السوشال ميديا الناس اللي ساعدني في البداية هما أولا الوالدين ديالي وتانيا هدوك الناس اللي كانوا تنتقدوني وليما كانوا اشتئامنوا انه واحد النهار سنكون هزد الميكروفون كندوئي كيف تتعاملت معهم بطبيعة الحال تتعاملت معهم بالتجاهل لانه لما تجاهلتيش وكانت هذه الهدركة تأطر فيك فبطبيعة الحال ماديش تقدر انك تزيد القدام في حياتك ماذا نقول لهم نقول لهم سالي وانا 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 عنده يجيش كلمات وفي الأخير سيسالي وانا ضربنا معهم وانا يجيش كلمات سيسالي وانا يحافظهم سيسالي باقي مسألة وانا قد أعرضين شوية قبل أن نظام لم أكن أخذني انفعال وانا أضار وليس أنت فكر شوية كان تبت معه وكانت فتح الكاميرا وكانت وكان وكانت في عمرك باقي انت في العشرينات وكانت على مشرف الانتهاء من 30 نيات يجب أن ينضح قليلاً و يتقال كما تقوله أما فيما يخص ذلك روح الدعبة أو حتى روح لمشاركة و هذا بقى هي نقول لك واحد لقادية و صدقني هذه رأي ممكن حصراً نقولها في مدار هو أنه لبعض المرات تدوك الأسئلة الغريبة التي يأتيوني يمكن أن تقنز لك يريد أن يتقنز لك و يريد أن يتقنز لك ولكن يجب أن يأخذ كونسولتين و يكون يخلص عليه و يطح عليك بحالة الأسئلة و أنك أطعب قدير لا أعرف شيء تقنز يجب أن يأتي أسئلة تقول لك هل أنت لديه 250 جرام كاملة أو لا كاملة أغرب الأسئلة و كان هذا الأخذ الذي أتلوم به هناك و مش مظهورة أعتقد أن أتلتوا أن أستخدمه جميعاً كان واحد لا أفعله و كان لديه ذهب مجرد و كان لديه و لكن هذا صحر ما عجبك لماذا؟ قرأت من العظمية وليس مدت ماجبت لقد قرأت بالسؤال بلغة العربية ماذا شفت شفت لا أظهر بسيودية حتى عدتني رجعت يخصيهم ديليش مهمتني أقوله لديه السيدي أعتدرون منه كرة رغم أقدر أدرون عن تقدر الروتين اليومي لماذا كنا نقول لك كتاب الروتين اليومي واذا سنخاف أني نفقده بالعكس أنا جيد لئي فقدته لا يشرفني أن يتابعني واحد كيتابع روتيني اليومي أو كيتابع بعض المؤثرين التفيهين ما عندي أنا ما ندير به شكل ما أقصره؟ أنا ما عيش بلافوان وما كانت صناش لافوان وأعتقد أن الناس على أكيد من ذلك الناس اللي كيتابعوا أمير راغيب راه ما عندهم شديك العقلية اللي عندي الناس اللي كيتابعوا بعض التفاهات على الويب فأنا بالنسبة لي هذك الناس أصلاً اللي تابعوني بغير يديروا لي المشاكل الفراسي بغير برزطوني وصدفة زمان بجموم فوزة لا يوجد مشكلة أنا معمري قلت أنني لبس عليا أو أنا أعيش الرافاهية أنا واحد الإنسان اللي عادي جداً مرتاح معدياً نعم أما أنا أعيش الرافاهية بس أعيش الرافاهية أنا أدرويش أنا لا أتفشخر وعمري أتفشخرت أنا واحد الإنسان شوف أنا كان آمن بواحد القديم لكي تأتي قدام كاميرا وكي تتعرض مثلاً حتى طيب تلتلاف درهم وكتبينه أو لا شريتي شي قشقالة وكتبينها أو لا هذا هذا كان أعتبرنا تهديد السلم الإجتماعي لأنه أحد مسكين الذي تتلقى في باركسون دكتورة أو ملاقي خدمة ويتم تقتلهم وأنت تجين تهايك يشوفك كيف تهديم؟ دون المستوى دين واحد المحتوى الذي يطلع لك دون المستوى ويشوفك وكتبينه أنت أن تجين تكتبين في الحديد كتبين وكتبين 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 أوكتبين كيف يحسد السيد؟ أخطر من ذلك هو أن يقولون بعض الناس الذين يتجبون منك تجربين ما هي الموتيفات؟ ما هي الموتيفات بالنسبة لي؟ وما يجب أن الشعب المغربين يحتاج له الموتيفات؟ هذا سؤال يوجد شيء يحتاج أن تتبيه لفندق فخموميا لكي تستمتعي هذا الشبب لا يحتاج هذا الشيء يحتاج لكي تتعيق عليه لأن هذا الشاب أصلا الظروف التي يعيش فيها أكبر موتيفات بالنسبة لي منتظر أني قدت بالتسمنة ترتفعني أخيرا كنت تنظر كنت تتوجد الوالدة في 7 عام ومن ثم لأولاك أتوجد في المستقبل لأنني أعتبر انني أعتقد أنني أعليق ونحن أعتبر انني أجل كما يكونوا واضح لأنني أعتبر أنني أعلمون أعتبر أنني أعلموني وأنني أجل من الإسقه للأشبيع يجب أن أقوم بك صراحاً لا أريد أن أقول لك كان هناك الكثير من الشباب الذين يدرون محتوى تقنية ولكن لم يكن هناك واحدة في سنة فأنا قلت أن أقول لك لا أعرف ما سوف تقول لك لا أعرف لا أعرف أقول لك واحد القادية لم أتابع المحتوى التقني المغربي لم أكن أتابعاً أنا أتابع المحتوى أجنبي نعم محتوى ولكن كيف يدرون لك بعض الفيديوهات التي تكونوا رائجة يعني كيف يدرون لك ولكن لا أقول لك لا أعرف ماذا تقنية صراحة لم يكن هناك منافسين ضرورة سيكون هناك منافسين و لا تنسوا أن تابعوا معنا فلاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي